مع تفاقم الأزمة المالية وتأرجح ورقة الاقتراض بين القبول والرفض يتجه مجلس النواب إلى استضافة وزير المالية للوقوف على أسباب الأزمة المالية والقروج بحلول بعيدا عن خيار الاقتراض الذي له تبعات خطيرة على مستقبل الاقتصاد العراقي يفترض أنه يكون هناك تفاهم نحن نسعى إلى جلوس مع معالي الوزير لنستفهم حقيقة الوضع المالي للوزارة وإمكانيات الحكومة وعلى أساس التعاون نخرج بحلول من أجل إنهاء هذه الأزمة قبل اللجوء إلى الاستجواب أو الوسائل الأخرى خلي نلجأ إلى جلسات استضافة وتفاهم أفضل ويؤكد نواب أن أزمة تأخير الرواتب أثرت الكثير من التساؤلات والمخوف حول مصير الاقتصاد العراقي لا سيما وأن هذه الرواتب تشكل عصب الحياة للكثير من المواطنين بشأن موضوع الرواتب والمشاكل اللي تحدث من هذا الجانب بالإضافة إلى معرفة ما هي الرؤى الأساسية اللي تخطو بها الحكومة خاصة بعد أنه أقدمت الحكومة على تقديم القرض الثاني وهذا خلق لنا مشاكل كثيرة يعني تأخير الرواتب لشهر أيلول ومن ثم أطلاقها أثار بلبلة كبيرة بالإضافة إلى تساؤلات كثيرة يعني ما الذي يحدث انهيار أسعار النفط وسوء الإدارة المالية طيلة السنوات الماضية وكذلك إهمال الموارد الأخرى كالزراعة وصناعة عوامل اجتمعت لتضعى مصير الاقتصاد العراقي أمام خيار الاقتراض للعبور بالبلاد إلى بر الأمانة بعد أن اشتدت رياح العزمة المالية من داخل مجلس النواب لوكالة داعي نيوز صالح العربية